شنت قوات النظام حملة جديدة من المداهمات للمنازل وكشفت مصادر ميدانية بأن الأجهزة الخليفية تنفذ خطة أمنية جديدة للحد من الحراك الثوري في الفترة المقبلة المصادر أكدت أن عمليات المداهمة تشير إلى مخطط أمني واسع لاستهداف النشطاء والقادة الميدانيين حيث تستعد القوى الثورية لسلسلة من البرامج والفعاليات التي تؤكد على إفشال التحالف العسكري الخليجي المناهض للثورة ومحاولة فرض واقع جديد لتسويق التسويات وفي موضوع آخر وتأكيدا على وحدة الصف الشعبي في مواجهة النظام توافق شخصيات حقوقية وسياسية على إعداد ميثاق شرف يدعو إلى رفض الزخم الثوري السلمي والتصدي لكل ألوان التشضي بحسب تعبير البيان الذي أكد أيضا على ترشيد استخدام أدوات التواصل الاجتماعي اللجنة التنفيذية لميثاق الشرف قالت بأن الغاية الأساسية للميثاق هو السعي من أجل تحقيق أهداف ثورة الشعب بما فيها حق تقرير المصير ونبه العاملون على الميثاق بأهمية التعاون من أجل تفويت الفرصة على أعداء الشعب الذين يطمحون إلى إشغال الساحة بالصراع الداخلي وقالت مصاير خاصة بأن الميثاق سيعلن عنه في العاشر من شهر يونيو الجاري وأنه سيكون في سياق توجيه البوصلة الثورية لمقاومة النظام الخليفي المستبد ويشار إلى أن أبرز الموقعين على الميثاق هم أمين عام حركة أحرار البحرين سعيد الشهابي ورئيس مركز البحرين لحقوق الإنسان نبي الرجب والقيادي في تيار العمل الإسلامي سيد جعفر العلوي والقياديان في جمعية الوفاق مجيد ميلاد والسيد هادي الموسوي ترجمة نانسي قنقر